كل الشعب الفلاحية ستستفيد من اتفاقية إطارة التي جمعت وزارة الفلاحة مع بنك البدر للفلاحة والتنمية الريفية هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها والتي تتمحور حول قرض الرفيق والتحدي حسب ما كشفه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني نحن نقول هذه اتفاقية بالنسبة للطرح انتاحها والمنهج انتاحها هي اتفاقية جديدة ما كانتش كل الشعب الفلاحية مختصة بالقرن هذا ثاني شيء مدة دراسة الملفات ما كانت متواجدة في اي اتفاقية كانت وزير الفلاحة اكد ان دراسة ملفات شعبة الحبوب لن تتجاوز 15 يوما اما شعب الاخرى فلن تتعدى 30 يوما مع تكفل وزارة الفلاحة بفوائد القروض الخاصة نتطرق لشعبة الحبوب يفهم مدة يعني نتجاوز 15 يوم فيما يخص نفس الشعب الاخرى ما تتجاوز 30 يوم في سياسة الحكومة اللي تقول اللي اليوم لازم نقلص تدريجيا من كل افات البيروقراطية وافات هذه اللي قرضي جيبت من شهور ولا يجيب عام ولا يجيب عامين ما يشجاش الاستثمار سواء كان على مستوى المستثمر يعني الفلاح او على مستوى الاستثمار المهيكل ومن الشروط الذي ذكرها الوزير ان المعنى الذي يسدد القرض في خمس سنوات ستكون الفوائد بنسبة مئة بالمئة على عاتق القطع وان المستثمر الذي يسدد القرض بين ستة وثماني سنوات عليه دفع ما نسبته واحد بالمئة من الفوائد